اشتركوا في القناة وخاصة ونحن بهذا الشهر الفضيل يجب أن نحرص على شرب السوائل ولكن بشكل صحي لا يؤذي أجسامنا وخير الأمور الوسط رح نبدأ بالمشروبات الباردة تعد المشروبات الباردة وخاصة المثلجة بمثابة إدمان لدى البعض وخاصة في فصل الصيف وفي رمضان ولا شك أن الإفراط في تناول المشروبات الباردة يلحق بصاحبه العديد من الأضرار لعل أهمها سوء هدم الطعام وتقلصات في البطن وتعزيز مخاطر الإصابة بالتهاب الأمعاء والحلق واللوزتين وحموضة المعدة وتعزيز فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية وعلى العكس تحقق المشروبات الدافئة مزيد من التوازن والتكافؤ في الجسم سواء في الصيف أو الشتاء وأهم الفوائد المذهلة التي تحدث لك إذا توقفت عن استهلاك المشروبات الباردة طبعا مأصول الباردة جدا خفض مخاطر الإصابة بداء السكري فقد أوضح الدراسة أجرتها جمعية السكري الأمريكية أن المشروبات الباردة وخاصة الصودة ومشروبات الطاقة التي تحتوي على 150 سعر حرارية و40 جرام من الكربوهدرات مما يعزز من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني أيضا من الفوائد تصبح شخصا ودودا ووفقا للباحثين أيضا في جامعة كولوراد بولدر الذين أوضحوا أن الحكم على الشخص يتضح من خلال عقد فنجان قهوته فإذا كانت دافئة يعطي انطباع أنه شخصا ودودا وإيجابيا وسخي أما إذا كانت مثلجة فهو شخص سلبي وغير اجتماعي أيضا خفض مخاطر الإصابة بأمراض الشتاء لا تقتصر فوائد المشروبات الدافئة على منح الشعور بالدفئ فحس وإنما تعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض الشتاء وحدوث العدوى كالزكام والسعال ونزلات البرد والربو والتهاب الحلق واللوزتين والحمى أيضا من الفوائد تحسين عملية التمثيل الغذائي تساهم المشروبات الدافئة في تحسين عملية التمثيل الغذائي الخاص بك وتحسين عملية الهضم بالإضافة إلى دورها في تخلص الجسم من الفضلات بسهولة فضلا عن دورها في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون ومزيد من السعرات الحرارية المتكدسة في البطن والأرداف ومنطقة الخصر أيضا من الفوائد تجنب تسوس الأسنان فالمشروبات الباردة كالصودة والشاي مثلج مليئة بالسكريات التي تتسبب في تآكل طبقة المينة الحامية للأسنان وتزيد من فرص إصفرارها وزيادة فرص تسوسها بخلاف الآلام المزعجة أيضا الحصول على فوائل العرق الزائد التعرق فتتسبب المشروبات الدافئة في تعزيز العرق الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتنظيم درجة حرارة الجسم وتخليص الجسم من البكتيريا والفيروسات والبشرة من الحبوب والبثور كما يساعد الجسم على إفراز الأندروفين المحفز للسعادة والاسترخاء في جسم الإنسان فهو سبب لتهديئة العصاب والابتعاد عن الاكتئاب والأمراض النفسية حبيبنا استعرضنا هلأ بشكل سريع فوائد عدم شرب المشروبات الباردة ومزايا شرب المشروبات الدافئة ورح نستعرض حاليا أضرار المشروبات الساخنة جدا على صحة الإنسان في أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية أوضحت أضرار المشروبات الساخنة على صحتك وقامت فيه بإعادة تصنيف المشروبات الساخنة والتي تشمل الشاي والقهوة وما شبههما وربطها باحتمالية خطر إصابة الأفراد بالسرطان بصفة عامة توجد قائمة طويلة من العوامل المسببة للسرطان وتشمل وفقا لما ذكره الخبراء بأن التدخين وكثرة التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية والتلوث البيئي وحتى الهواء الملوث يزيد من خطر الإصابة بالسرطان فما هي أضرار تناول المشروبات الساخنة على الصحة؟ فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي وأي شاي ينتمي إلى هذه القائمة حسب دراسة قدمت من الوكالة الدولية لبحوث السرطان والتي تتكون من 23 عالما من 10 دول واستعرضوا حوالي ألف حالة للتحقق من العلاقة بين درجة حرارة المشروبات الساخنة العالية وبين احتمال الارتباط بالسرطان واستنادا إلى الأدلة المتاحة استنتجوا أن شرب المشروبات الساخنة جدا والتي تعرف بأنها فوق 65 درجة مئوية لكل كوب واحد من القهوة ارتبط لديهم خطر الإصابة بسرطان المري ويمكن أيضا أن تسبب المشروبات الساخنة سرطان الحلق والمري والحنجرة فتناول المشروبات الساخنة يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الحلق وفقا لدراسة عام 2009 في مركز أبحاث العلوم الطبية على مجموعة من الأشخاص لاحظ العلماء عادات الأفراد المشاركين وكان من المعتاد لديهم تناول في المتوسط ما يقرب من لتر واحد من الشاي الساخن كل يوم مقارنة مع أولئك الأفراد الذين كانوا يتناولوا الشاي في درجة حرارة فاترة وهي أقل من 65 درجة مئوية وعند تناول الشاي الساخن أكثر من 65 درجة مئوية زاد من خطر الإصابة بسرطان الحلق ولكن إذا كنت تشرب الشاي في 70 درجة مئوية مثلا أو أكثر يزيد من خطر الإصابة بسرطان المري ثمانية أضعاف وفقا لما ذكره الباحثين وأنه عند تناول الشاي الساخن أو الأقهوة الساخنة في غضون دقيقتين من سكبه يزيد من خطر الإصابة بسرطان المري خمسة مرات مقارنة مع شرب الشاي بعد مرور أربع دقائق وفي مناطق ودراسات أخرى تم ربط تناول المشروبات الساخنة بسرطان الحنجرة حتى معدلات الشرب المعتاد تزيد من خطر سرطان المري وأكملت دراسة واحدة في معهد أبحاث بإسبانيا وجدت أن التناول المفرض للمشروبات الساخنة يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المري أربع مرات أعلى من المعتاد وتشكل المشروبات الساخنة أيضا خطرا على الأطفال الصغار والرضع تسببت المشروبات الساخنة الحروق لحوالي 16500 طفل في العام وفقا لحوادث الأطفال في المملكة المتحدة وحدها والأطفال دون سن خمس سنوات معرضون بشكل خاص لخطر المشروبات الساخنة لذلك يجب أن تبقي المشروبات الساخنة بعيدا عن الأطفال أيضا الماء الساخن يرفع مستويات الرصاص في الجسم فإذا كان لديك عادة تجهيز المشروب الساخن باستخدام الماء الساخن الموجود في الصنبور أو الحنفية يعني البزبوز باعتبار أنها أسهل وأسرع من الغليان في الغلاية فكر جيدا قبل القيام بهذه العادة السيئة على صحتك وذلك لأن ماء الصنبور أو الحنفية أو البزبوز الساخن يحتوي على مستويات أعلى من الرصاص بالمقارنة مع الماء البارد وفقا لبحث نشره مركز السيطر على الأمراض والوقاية منها وأبدا لا تحاول استخدام ماء الغسل الجاهز في الصنبور وتسبب أيضا المشروبات الساخنة الجفاف ففي دراسة تنصح بأنه يجب عليك شرب الماء العادي ما بين 10 إلى 15 درجة مئوية لأن الجسم يمتصه بمعدل أسرع من المياه الباردة أو الحارة وأكثر فعالية لمقاومة الجفاف وخاصة ونحن في شهر رمضان المبارك حتى لا نعطش المشروبات الساخنة جدا أيضا تقلل من متعة الشرب فعندما تقدم المشروبات الساخنة مثل الشاوي القهوة يقوم البعض بتقديمها على درجات حرارة عالية لكي تكفي لتلبية أذواق المستهلكين ولكن هذا يقلل من الإحساس بالطعم ويسبب حروق في الفم ووفقا لدراسة عام 2008 في جامعة تيكساس في تايلور واكتشف الباحثون أن درجة حرارة المثالية للتذوق هي 57.8 درجة مئوية أيضا المشروبات الساخنة تحرق الفم فالخطر الأكثر وضوحا للمشروبات الساخنة هو حروق الفم فإن حدث وتم حرق سقف الفم أو اللسان يمكنك مص قطعة من الثلج لتخفيف الألم والتهيج الناجم عن السائل الساخن على الفور وبعد ذلك الغرغرة أو المضمضة بالماء البارد لبضع دقائق أيضا تقلل المشروبات الساخنة من القدرة على التحمل عندما تكثر من المشروبات الساخنة وتذهب إلى الصلاة الرياضية أو ممارسة الرياضة العادية تلاحظ أن هناك ضعف في القدرة على التحمل يجب أن تراجع درجة حرارة المشروبات ففي دراسة لجامعة برمينجهام عام 2006 في المملكة المتحدة على ثمانية رجال يمارسوا ركوب الدراجات وعانوا من إرهاق الجسم كاستجابة لتناول المشروبات الساخنة أظهرت الدراسة أن تناول المياه الباردة أربع درجات مئوية مثلا بشكل ملحوظ يتتحسن القدرة على التحمل وتمكين راكبي الدراجات للتحرك بشكل أفضل من أولئك الأفراد الذين تناولوا الماء الدافئ في 19 درجة مئوية حبيبنا هذا باختصار لمحة سريع عن الفوائل المذهلة عند التوقف عن تناول المشروبات الباردة جدا والساخنة جدا وإن شاء الله يكون الموضوع عجبكم وبانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل فيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا ومنرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما الجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته